اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نفس التاريخ اما في سنة 2021 كانت 1200 هكتار هنا من نشوف الاستراتيجية راي فعالة ان شاء الله هدوم وهذا يعود الوعي المدني يعني المجتمع المدني اللي راي ساهم بطريقة فعالة جدا ونقدموا تشكراتنا لكل افراد المجتمع اللي راهم يشاركوا ويتابعونا ويخذوا بعين اعتبار كل النصائح اللي نمدها واللي تفادي لتفادي اشعال النيران الوقود واللي تفادي الدخول للغابة ما يكونش هناك ما يكونش تعرض للخطر وما يكونش سبب من اسبب اندلاع الحرائق والولي اللي اكتر تضرورا نقول لك هي ولاية سطيف بعد ذلك بجاية تيزي وزو تيبازا بومردس اما الباقي اما الباقي فهي عبارة عن مساحات خفيفة صغيرة تعود طبعا للتدخل سريع لو لم يكن هناك تدخل سريع لكانت المساحات تكون اكثر وطبعا تكون خاصة خاصة هذه عرفناها في الاسابيع الاخيرة اللي عرفت ارتفع درجة درجة الحرارة يعني يعني بشكل غير عادي مما ادى الى اندلاع الحرائق يعني في الاسبوع الاخير خاصة اما الاسابيع اللي كنا نقبل كانت يعني كانت يعني التحكم كان ممكن وما كانتش هناك مشاكل او حرائق عديدة مس طهر يا جمال تنا مدفين يعنى الحساب انتي مس ادي لنا رسا ثمانين نيم خواني تشعل اذكس دي 23 الولايات تمزورو تيقنطران ستاقا دي الولايان صطيف ومبعت تس الولايان بقية تيزيو زون دبو مردس الولايات نظام كتنيم يعني ولاش في وغان في مقرانين اي قدران زجاس وثنا مدفين لحساب يعني انتي مكواني وط 288 اللي هكتار على دغا يعني من قرني تغريس قساني اي قعد دان النف باللي لحساب اي نقص دمي دي جوجة 1.22 ني صوض ثمسك ني تحاز 1200 اللي هكتار اتنا مد دغا يعني اي قيغ مران سوتي كيغ نسر بس اي ثعنا ثم ستا قيغ نو ني ني قص نكن السخصين نتي مسا قيغ اذي لوان يا جمال بلك المسبب الاول ني غاوني اكتب بنا دي تزواران الذمدان زماد نكتب المسبب الاول سي طهري ربما هو الانسان في هذه الحرائق في اغلبية الحرائق طبعا هو الانسان بعد ما زالت بعض التصرفات يعني انطلاقا من خاصة هذا العام لاحظنا بان اغلب الحرائق هي على مستوى اراضي خاصة لهذه الاراضي خاصة يعني الناس مازلت يعني يفكروا بلان يعني ما يكونش هناك خطر عندما يفرسوا يفرسوا او يزبروا او عند جنيز زيتون يعني مرات تصرفات يعني ما لازم تكون خاصة خاصة يعني الانسان لازم يستنى ينتظر في الوقت الملائم بعد ذلك يقوم يعني بتنقية تنقية يعني الحقول يعني يتفادى يعني لازم يتفادى اشعال النار لانه اولا يمنع من عن بتن وقانونية يعني هناك اجراءات لازم كما يقول المواطنين يتباح من خلال يعني الفلاحة طبعا الحمد لله نقول للمواطنين رهم وعيين يعني يعني الاغلبية المواطنين تفادوا يعني يتفادوا هذا التصرف ولكن البعض ما زالوا يعني هاي يعني نشوفه النتائج وهذا نطلب منهم يتفادوا وكذلك يعني الذكر يعني بحوالي خمسين هكتار اشجار مثمرة يعني باش نشوفه يعني انطلقت يعني هذه في ثمانية وثمانية كاين تحوالي خمسين هكتار اشجار مثمرة هذا مما يبين بلي هذا الانطلاق تعال الحريق انطلق يعني من الحقول المثمرة الغابات يعني هو ودخل حتى المساحات الغابية او الادغال او الحشائش يعني هذي ما يبين اسباب اللي ادتي لو اندلاح هذا الحريق يعني نطلب منهم يتفادوا هذة التصرفات اكيد ان شاء الله مس طوح يا جمال تنا ما دي يعني افين يعني وين اكتب بي بي الزوار نظيف مسجين الزمدان الادغال ويذيك سعان يعني تفل لح ثي ناس اذن تا اي دي وي اذي تباع تا ولاث اي قلق اكن اون صو ضراغ ثو غا يجي ان تس قلوان ثمس ثمس وثنا مد باللي غزان خمسين اللي هكتار دش جر يعني الفا يجي اذي ثبو ثم دان اي تس بي ثمس نبغى داغ نقبل مرانك شما في الاجراءات القانونية دا شو يعني نبغى كان داغ نمس طهري ين سم كثير بلي اكن يعني تش جور تكن يعني التغال يويد الوقت يويد داغ اذي لان او السيس يسم كي غلان الحاد اي دران دا شو دا هي اللي تخدم من هات الغابات اللغوة بينا بريك نأكدو اليوم سيطو هرية جمال بلي كي ما قلو الشجرة باش تعاود تنبت يعني ارض دجا فلاحية ولا يعني ما مغابة باش لازم لها وقت يعني هدا كامل بشو الاشيار يعني نفقدوها طبعا طبعا الامية كي ما قلو هاد الغابات تاني الحرائق نربحوا منها حتى شي مخلاف الخسائر لإعادة يعني يعادة يعني يعادة تشجيرها يعادة غرصها يعادة المحيط على طبيعتها العادية يطلب وقت هناك ربما نباتة تنقرض سيطو هرية وكنا هناك نباتة تنقرض وحيوانة تنقرض يعني وممكن يعني حتى تؤدي إلى ضياء أرواح يعني أرواح بشري يعني في الجزائر ولهذا الأساس يعني استراتيجية التي وضعت هي لحماية أول الأشخاص ثانيا لحماية الثروة الثروة الوطنية لتفادي الحرائق وكذلك الارتباطات دولية للجزائر لتقليص من الاحتباس الحراري ربما نشوف التغيرات المناخية وش رحيس ربما نشوف الدرجة الحرارة التي ترتفع يعني الغطاء النباتي عنده أهمية في استرجاع المناخ إلى طبيعته العادية باش تكون هناك حفاظ على الثروة الغابية حفاظ على المياه حفاظ على الفلاحة يعني الغطاء النباتي الغابة هذه عندها دور مهم كبير يعني الثروة الحيوانية كذلك كل هذا الأمور تأدي إلى تدور 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 البيزاج تدور تدور المعيشي وعلى هذا الأساس نطلب كل مرة يعني عند الدخل نطلب من المجتمع المدني يعني يكون يكمل يساهم يكمل يعني يكمل في المساهمة يعني هو الدور تاعة ورائسي ونطلب منه يعني كذلك يشاركنا في التوعية تاعة كل السكان وكل المواطنين مستوهريا جمالتنا مدفين يعني تيبوغان يغل المضاء 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 يتسيقلا ونطلب يعني يغل مقرن السطاقة على دغام مران وليغ القيمة غزال إيسا غفتو ذرث أو مدن اسو كان ثنا مد يعني غويد مران ثم يغل مثال تاعة غين أكين أذت كين ونصو غير غطو غي غين ثم قرن يتسيقلا ون ثم مس وثنا مد بلاد سات يعني يعني ماذ دمس اما ذي تدرث أو مد إذ غا غن ندي نج أن مسايف استراتيجي تتاغ النوث يوقع بل ان تسيقيا يتسفيد الحكومة حبينا اليوم تحطوا أيضا على هاد الاستراتيجية الوطنية اللي وضعتها الحكومة الجزائرية اللي كما يقولوا باش نقابلوا هاد الحرائق نتحطوا عليها اليوم بالتفصيص الطهري يعني اليوم وين وصلت هاد الاستراتيجية شكرا شوف الاستراتيجية هذه بدأت يعني في السنة الثالثة منها هاد الاستراتيجية ارتكزت أساسا على كل المعلومات المعلومات لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق وبعد ذلك وضع كل ميكانيزمات اللازمة لتفاديها يعني هناك فرق متكونة من الدرك الوطني الحماية المدنية والغابات يعملوا سويا وتعرفوا على كل يعني أسباب التي أدت إلى نشوب الحرائق على المستوى الوطني بمختلف يعني مختلف تضاريس مختلف المناطق مختلف العقليات مختلف يعني كل حاجة تم دراستها ووضعنا استراتيجية يعني حول هذا حول هذا الموضوع الاستراتيجية الأولى هي تفادي تفادي يلقيان بكل الأعمال الممكنة لتفادي باش ما تكونش هناك أسباب إلا كانت أسباب تجي من الطريق قمنا بتنقية حواف الطريق إلا كانت الأسباب تأتي من الكهرباء من خطوط العالية الكهرباء قمنا مع صونالغاز وهم مشكورين ويقوموا بعمليات تنقية كل يعني الخنادق يفتحوا خنادق ينقل كل حاجة يعني تحت خاصة الخطوط ذات الضغط العالي والمتوسط لتقطع يعني الغابات أو أو الحقول أو يعني بتنقيتها لتفادي في حالة ما تكون إشارة كهربائية كبيرة تأدي إلى إندلاح قمنا كذلك يعني مع شركة السك الحديدية لتفادي يعني باش ما تكون هناك حشائش نذكر بالسنة الماضية على مستوى ولاية سوق هراس سبب إندلاح حريق ابتداء من السك الحديدية يعني كنت شرارة من شي شهذا كماش منقي يعني حاليا تفادوة التصرف هي ممكن تبني بسيطة ولكنها عندها أهمية كثيرة طبعا ومجهودات الدولة كانت كبيرة كانت كبيرة خاصة في شق طرقات سنتين الأخيرتين يعني برامج مهمة كبيرة كثير في شق طرقات على مستوى كامل يعني المساحات الغابية لتسهل التدخل السريع بناء أبراج مراقبة لتمكن من الحراسة دقيقة يعني بدراسة مدققة يعني وضع الأبراج المراقبة لتمكن عندهم يعني اليوم كتير من 300 برج مراقبة موجود أكثر طبعا حوالي 199 برج مراقبة خنادق مضادة للنار لتفادي اندلاع يعني في حالة ما يكون هناك نار ما تنتقلش إلى إلى الجهة الأخرى تعلق الغابة كذلك عزل السكنات وكل يعني السكنات وعزل كل يعني المنشآت الوطنية المنشآت المنشآت الاقتصادية على الغابة يعني بفتح خنادق يعني يتفرق بينها في حالة ما جي النار من الغابة ما تأثرش على الساكنة والمباني في حالة تنتقل النار من جهة المباني ما تكونش هناك يعني ما تخرش حتى للغابة يعني كل هم جهودات الدولة يجير اتفاد الدولة نغا كنين اتقابل ثمسات اجيان النتي مس ذي ثمور ثم اتص نتاويلات اتسر سب دمان ايو انشتا اجيان الادغا امكيت نيم نيم حيوان النلا عسا ايدي لان اس قاس اجيان وطنا مد باللي يوصن استراتيجي تكين ذي مرات عميوين تعان ثمسات مدية دستر بس نيج ضرمي يان اللغواب ذي الحماي المدنية ويجي مرات كان ذي استراتيجي تس ساعة ثمان وثلاثين دقيقان سري دفو مطف ويس نبغي نغا تسمي مست وهري جمال دي نتاو من هال اعلى يان اللغواب ذي ثمور ثن قيم كان دي نغا نغا دخلان الوقت كان نغا دي 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 نغا دي 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 نبغي نغا مست وهري جمال دي تاغ دي هال اللغواب نمس ثلاثيجي تاغ نو ثلاغ دي يعني تلا دي ثمسات تي ساعة نز المقرون دي تث دي ساهم ور دي تك أفا يعني نصوذ أنت حكم بالكثيم ميلات تران يعني ديت مورث النغ تمس تران ديت مورث النغ نلزير أي دران تمس تقيا عن دران طائرات دران يعني أن دا يثبت تسجي هاد المسألة تاع دران لمراقبة كما نقول الحرائق وإعطاء المعلومة في الوقت هي دران جزائرية مئة بالمئة هو دائما تدعيم الوسائل ووضع الوسائل اللي شوفوها يعني ملائمة لحماية الثروة الغابية استعمال استعمال وسيلة الدران ولا استعمال يعني طائرة بدون طائر حاليا نحن نعمل مع مركز الأبحاث يعني تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نعمل معها يعني هما حاليا نيوجدوا يعني في درون درون يعني من مئة جزائري وهذه الوسيلة يعني تسمحنا تسمحنا لاستعماله لحراسة طبعا لحراسة الغابات يعني مننا بوسيلة يعني طائرة بدون طيار وخاصة وخاصة إعطاء المعلومة في وقت قصير في وقت قصير وهذا اللي مكننا بالتدخل السريع في الوقت المناسب في الوقت المناسب ما عدا هذا يعني لاحظنا كل الباحثين والطلبة الباحثين يعملون حاليا على تطوير تطبيقات مختلف تطبيقات لتساهم لتساهم وشفناها وحضرنا يعني حضرنا مع وزارة مع وزارة الستارتوب مع وزارة تعليم العالي وشفنا بالكاين اهتمام كبير للباحثين وهذه الباحثين يعملون كما قلت على تطبيقات متطورة لإعطاء المعلومات حتى في التدخل حتى في إخماد الحلائق حتى في يعطاء يعني انذار الانذار بوجود يعني مجرد انطلاق يعني حريق يمدهولك يعني بالصورة وبالليكوردوني يعني بالمعلومة بالليكوردوني يعني يعني يعطيك حتى المعلومة منين يعطي منين تدخل وراء الطريقة يعني الطرق التي توصلها بسرعة وهذه المعلومة طبعا تسهل تسهل التدخل السريع وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا هذه التطبيقات في الميدان إن شاء الله نشوفهم امتداء من سنة إن شاء الله نشوفهم انطلاق من السنة القادمة إن شاء الله ولماذا السنة هذه مع الدرون هذا يوجد مع سيرتي اللي رأى في يعني في يعني في تقدم الحوض يعني المشروع هذا إن شاء الله يكون تطورات هذه تكونوا فائدة للقطاع وفائدة للبلاد مستوح يا جماعة نمدفين عنين تمثل تاقي نغا هي لقيا يعني ندرون نتمر نغا نلد يرد انتثار دي خدمان كني أترقب في مس أن دا مثلا انتثار دي عون اختار كني تتكيم دي وان بشكل انصو دي سخصي في مس دي الوقت وستر أتص إنو ميخاني ميغ ذن تت وسن أتنا مخدم ناس تي جديدين التاولات تي جديدين أكن إن شاء الله أتخ تما جدا سن أتنا لن أتنا سن 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 24 و دي سم أتنا تتواصل على دي ثم ورث نغن لدير نعم كي سن قر 100% تا يريث نبغ دي مان عن المسلي أف يعني نتويل تا يمرا إلا دي وخلاق لجنة وطنية اللي تم تنصيبها في 2 ماي زج 23 هذ اللجنة يعني اليوم العمل تح كيف أهم الإمكانيات اللي تمدت لها سيطوه ريا جمال لجنة لجنة وطنية لمراقبة لمكافحة الحرائق ها هي عبارة عن عدة لجان طبعا لجنة الوطنية تندرج لها لجنة الولائية ترأسها لجنة الوطنية ترأسها سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية متكونة من 13 قطع وزاري وحدش مؤسسات تابعة للدولة كانت بإشرف حتى وزير الداخلية أيضا طبعا كان بإشرف سيد وزير الداخلية يعني كان بحضور سيد وزير الداخلية وزير تعليمات لازمة لكل القطاعات باش يقوموا بالأشغال كل واحد يعني في المجال تاو في التخصص تاو وتقوم مديرية العامة للغابات متابعة كل يعني كل الأشغال تابعة لمختلف القطاعات اللي بلغونا يعني إياها من الولايات توصلنا توصلنا حتى المستوى يعني المستوى الوطنية المديرية العامة للغابات ونحطوها على مستوى يعني بزارة الفلاحة ووزارة الداخلية خاصة بما أن السادة الولات على المستوى المحلي هما اللي يترأسوا اللجنة الولائية وهذا مهم جدا السادة ومناء العامون للولايات هما كذلك يترأسوا لجان التدخل يعني لجان لجان التدخل سادة رؤساء الضوائر ثاني يترأسوا اللجان على المستوى الضائرة وسادة رؤساء البلديات يترأسوا اللجان على المستوى دوائر على المستوى البلدية على المستوى المحلي وهذا اللجان مهمتها هو خاصة اللجان البلدية فيها يعني حتى لجان أحياء لجان كوميت دريفر حتى السكان المحليين مناطق الغابية مناطق الريفية يعني لجان مناطق الريفية لساكنين مجاور الغابة وهما يمدوا المعلومة ويشاركوا يعني بشير مشاركة فعالة جدا فيها طعال معلومة حتى في حالة ما ما يكونوا ش هناك أشغال يعني مش في حالة ما يكون هناك حريق يعني حتى لما كانت حاجة يشوفها بلتأدي خادرة تكون سبب من أسبب اندلاع حريق يكون التدخل سريع لتفاديها أو لقيام بأشغال اللي لازمها لتفادي تكون سبب من أسبب اندلاع حريق وكانت هناك حملة وطنية يعني قمت بها أيضا كما يقولوا للحد من هذه أين الشارك كامل كما يقولوا حتى كما قلت المواطنين ويعني كنت حملة وطنية كبيرة درتوا هسي طوهرية طبعا نحن نرتكز كثيرا على الحمالات التحسيسية والتوعاوية والتوعاوية يعني هي الأساس هي أساس يعني المخطط ويعني يعمل بها على المستوى العالمي يعني ونشكركم كذلك يعني الدورة على الصحافة اللي لعباتوا كذلك في التحسيس يعني متون مشكورين لأن الناس هي صحافة مسموعة كل واحد في السيارات يسمع كل واحد في بيتها يسمع وهذا مهم كثير هذه الحمالات التحسيسية هي ما تندلش فقط نقولولوه باللي ما تحرق ولكن نعلمهم كيف يتصرفوا في حالة ما في حالة ما يكون هناك حريق خاصة سكان المجورين للغابة أو سكان ساكنين داخل الغابة أو اللي عندهم أراضي فلاحية يعني ما هي يعني بش هم حتى هم يوضعوا مخطط تدخل تعم يعني خفيف بش يتفاداوا الحريق يعني كل هاي الوسائل وش لازم تكون هاو وش لازم بش لازم تنقي قدام الدار أو قدام يعني الحقل تاعك يعني حتى التصرفات اللي لازم يقوموا بها والأشغال اللي لازم يقوموا بها يعني هذه الحملات اللي قمنا بها بش تكون عندها أهمية وفعالية لتفادي حريق وكذلك لتأمينهم من كل الأخطار تأميرت أنك مستوهرية جمالة مثل المدسة تقام فين يعني ديمان الحملة نحسس دوعين يتخدمت منها التعليين اللغوة بي ودنتسارة داغا بالليان تلاد يعني وخلاقي وتنتسقى متب بالدماء صغور ونغلف داخل يكذنون غلف نثف اللاح ثفين يعني اللي عسى انثيم الساقين يقترونا دي ثمورت ناغ داغا تكين دي قسم كيثنين تلتاشنين غلفين وثنا مد داغا تلتاشنين تكوبانيين ثمورت ناغا نلزيار أي جيمرا أكني ناغ ديليغا أقابل ليلها في تمثال تاقين انثيم الساقين ديما انثم سيفين يعني الإجراءات القانونية إميان ساقين القانون الصحرص أكني ناغ تيليغا يعني إجراءات ردعية اليوم هناك إجراءات قانونية يعني صارمة في هاد المسألة سيطوهرية وش هنقدرون نقول وش حل ربا من مخالفات اللي تم تسجيلها إلى يومنا هذا هشو فيها كلها مخالفات كان ثمانين حريق ثمانين مخالفات ثمانين تحقيق يعني كل كل حريق يكون هناك تحقيق بعد التحقيق يعني تكون هناك إجراءات طبعا في حالة ما نعرفه يعني أسباب التي أدت إلى إلى اندلاع الحريق أخش قلنا وعش قلنا يجوا من إشارات كهربائية يجوا من يعني من أمور يعني غير معلمون ولكن أغلبية الحريق قلنا راهي راهي عندها أسباب ما تشعلش واحد على الحريق سبب ما ولكن هناك نقوم بالتحقيق كل تحقيق يؤدي إلى يعني نعرفه الأسباب لدد الحريق والمسبب للحريق وتكون هناك متابعة قضائية يعني متابعة قضائية وفي هذا الحالة يعني النصص القانونية موجودة لتحسب يعني كل واحد هناك سجن هناك غرامات مالية هناك غرامات هناك سجن هناك يعني عقوبات يعني صارمة خاصة خاصة وإحنا الآن في صدد يعني باش نجوز القانون الغابات الجديد اللي راجوزنا على مستوى المجلس الوطني الشعبي تم المسادقة عليه والآن هو حاليا نقش فيه في الغرفة الثانية وإن شاء الله بلك يعني يكون يصدر بعد بعد أيام وبعد أشهر أهم نقطة رح يكونوا في هذا القانون هذا القانون يعني قانون كبير يعني مقارنة بقانون السابق اللي كان فيه 94 مادة هذا حالي فيه 164 مادة هذا القانون نفتح مجال الغابي لإقتصاد يعني ما نتكلموش على الردع فقط يعني الردع في حالة ما حنا ماذا بينا الردع هذا ما نوصلوش له لأنه مديور بش يحمي فقط بش يحمي أملاك الوطنية وأملاك المجتمع الجزائرية أملاك الدولة الجزائرية أملاك الشعب الجزائر يعني هذا 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 المواد الردعية اللي ترد يعني ما تخليش الآخر هذه بش تحمي المواطن تحمي الأملاك أما أما خصوصية على القانون هو فتح المجال الغابي للاقتصاد لاحظنا بلي كان اهتمام حاليا حاليا ما نبقوش غلقين الغابة ونقولوا خلاص خليها إذا ما كاش كيفش نطورها لاحظنا بلي غلقها أدى إلى تدهورها وما كانش هناك نصوص قانونية اللي كانت تسمحنا باش باش نفتحوا المجال الغابي للاقتصاد يعني هذا القانون جاء ليفتح المجال الغابي يعني استغلال الغابات بطريقة عقلانية طريقة اقتصادية سيكون سبب من أسباب تطوير وتوسيع المساحات الغابية ماشي تقليصها وهذا يكون باستغلال طبعا المواد الخشبية والغير الخشبية الخشبية معروفة يعني أما الغير الخشبية فيتمثل في كل ما هي أحشاب طبية أحشاب كما يقولوا العطرية والأحشاب العطرية والأحشاب الطبية هذه عندها اهتمام كبير يعني العالم كام راح تطور فيها وحنا عندنا يعني الغابات الجزائرية تتمتع بتنوع تنوع نباتي يعني غني كثير يمد ثروة يعني ويمد ثروة ثروة زائدة للاقتصاد الوطني تكون كذلك استغلال الفراغات الغابية يعطاها الفراغات الغابية يعني يكون حق الانتفاع للسكان للمستثميرين أيضا سكان المجوني الغابة يكون هناك خراء الفراغات الغابية لاستغلالها في الميدان اقتصادي يعني بغرس كل الأشجار المقاومة والأشجار ذات القيمة المضافة يعني يكون هناك غطاء نباتي ويكون هناك فائدة للمستثمير وكذلك فتح الغابات الاستجمام يعني فتح الغابات الاستجمام باش المواطنين يتمكنوا باش يكون يروحوا يعني للغابات ويقدروا لراحتهم لاستراحة التحام وللتمتع بكل الطبيعة يعني الموجودة يعطيها رب سبحانه على مستوى الوطني دكيح يكون مواد كثير في هذا القانون جديد تعالى ان شاء الله ليصدر كما قلت قريبا في هذه النقطة فقط تعالى المخيمات سيتوهرية يعني العديد اليوم يتساءل لماذا منعت المواطن باش يدير مخيمات في الجبال ولا في الأماكن الخاصة في هذا شيء هي المنع ذجة لحمايته ليس لحرمانه لحمايته لأننا قلنا 80 حارق لو ما يكونش هناك يعني لاحظنا يعني التصرفات ما يعرفش يعني يتصرف في حالة ما يكون هناك حارق حتى ولما كانش هو سبب في اندلاع الحارق في حالة ما يكون هناك حارق كيف يتصرف يعني الغابة يعني نعرف الغابة نعرف الضخان نعرف نقص الأكسيجان اللي يكون نعرف يعني الخطر الكبير اللي يجيب الحارق وتكون هناك يعني يعني متأكدين بيكون هناك يعني كما يقول ضايع أرواح بشرية وهذا الأساس يعني الغرض منه حمايتهم وليس حرمانهم يعني تفادي شعر المواقد لأنها نعرفها لأنها سبب رئيسي ونقول لكم نأكد بأنها سبب رئيسي في اندلاع الحرائق لأننا نشوفه بالمناخ الجزائري فيه رياح يعني من المستحيل أنه يتمكن من إخماد هذاك حتى والموقت مستحيل يعني حتى نحن نأخذ وقت بالماء يعني بالميرش بالسيارة سهريت وندون طفو فيهم ويطلب وقته مشيقر عامة طفو فيه يعني يعني نحن نعرف يعني تفادي هذه التصرفات مهم كثير خاصة في الصيف لكن ممنوع نأكدو باللي ممنوع كما يقولوا اليوم لا هي ممنوعة شكرا سيدة وهريا مسة وهريا جمالتنا مد يعني 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 القانون الجديد من الغباث راديلين دقوس ناقين 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 لي 97 المواد سواجي جديد غير 164 ناقين هذي حذرة اختار رأف اللغ اللغ وبي هذي شكش مانا حريش هذا جديد يعني ناقين الغباث 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 ثم ست ثم ثم ست إعادة تشجير أيضا هناك برنامج خاص في هذ المجال خاصة بعد الحرائق اللي عرفتها الجزائر يعني في العام الماضي أين وصلت اليوم هذ العمل يا سيد وهري يا جمال طبعا تم تم تعويض كل خاصة خاصة المواطنين المتضررين تم تعويضهم بغرس يعني باستخلاف كل أشجار المثمرة يعني وعدد مهم كبير استخلاف كل يعني ما ضاع لهم من من سندق نحل من 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 أبقار من أغنام من مواشي تم استخلاف وتعويض كل المتضررين وهذه تعود على الخزينة الدولة يعني بأموال كبيرة والهدف منها هو يعادة يعني انطلاق النشاط ما يكونش هناك انقطع في النشاط وهو كذلك تحسين المداخل باش يكون هناك مداخل العائلات التي ضعت لها يعني هذه الأشجار وهذه الممتلكات أما بالنسبة المساحات الغابية طبعا احنا مجرد يعني تتوقف تكون حرائق ما تكونش هنا حرائق يعني نخلوا نعطوا الفرصة للطبيعة باش تعاود يعني تولي الأشجار هذيك في حالة ما ما تكونش يعني ما تكونش هناك استخلاف طبيعي نتدخل بعمليات التشجير كذلك يعني هذا العمليات عدد المساحات اللي تم إعادة تشجيرها إلى حد اليوم سيدوهرية ولا عدد الأشجار ولا هكا كما يقول دي شي خليلت قدرت تمدها لنالي فما نعطيك تقريبا عدد المساحات التي تم يعني حاليا رانا حوالي مليون ومئتين لا بليطو رانا حوالي أكثر مليون ومئتين رانا مش مليون ومئتين أكثر حوالي أربعة ملايين وخص ملايين شجارة كما تم تم عادة تم غرسها تم انطلاق كذلك ما نشن غرسه فقط على مستوى المساحات المحلوقة نقوم كذلك بغرس على مستوى السد الأخضر عملية تشجير كبيرة وبسعة برنامج كان سؤال لله طبعا سد المعيش نكملوا بك كما قلوا بغاش فير سد الأخضر يوم ونروس العملية هو طبعا إعادة هو برنامج يعني تعسيل رئيس الجمهورية وإعادة تأهيل السد الأخضر إعادة تأهيل وتوسيعه كذلك بحيث كان هو كان على مساحة ثلث ملايين 3.7 ملايين يتم توسيعه إلى 4.7 مليون يعني بزيادة مليون لأن نقوم بعملية تشجير هذا البرنامج تعسيل الأخضر ما هو عملية تشجير فقط إنما هو ينظر الجالب الاقتصادي تعال منطقة تكون في المساحات الغابية هناك إعادة تشجيرها إعادة تشجير كل المساحات الفارقة بأشجار مقاومة أشجار مقاومات يعني مثلا أشجار اللوز أشجار الزيتون أشجار أشجار الفسلق بيستاشي أشجار الخروب يعني كلها أشجار ذات قيمة مالية اقتصادية مضافة يكون تكون يستفاد منها أولا سكان المناطق لساكن أو المستثمرين المهتمين المهتمين باستغلال هذه المساحات الجاسعة وهذه الأصناف لتكون هناك عندها أهمية كبيرة جدا كذلك فيها مساحات رعوية يكون كذلك حمايتها وتطويرها وغرسها بالأعلاف لتمكن للموالين باستغلالها كذلك لتطوير كذلك الثروة الحيوانية في المناطق السهبية أيضا كيمقراحية عاوننا باش نتفادوا لأنه نشوفوا بالليه كشو الكين تصحر يعني كين التصحر اللي رأوا كيمقراحية حتى المناطق الشمالية طبعا هذا هو الهدف الهدف هو مكافحة حتى يعني التصحر يعني كي يكون هناك حزام أخضر حزام أخضر ذه يعني حتى يفوق 20 كم عرض و 1500 يعني طول الحزام الأخضر هذا يقلص يقلص من من كل شيء يحبسه ولكن يقلص من يعني بسعود الرمال نحو الشمال وتكون هناك غطاء نباتي يعني كثير إن شاء الله وعلى هذا الأساس يعني هذه الاستراتيجية اللي وضعناها على المستوى السد الأخضر لتطويره وهذا بإدماج يعني المستثمرين والسكان المناطق ليستفادوا من هذه الأشجار وتكون هناك يعني دور الإيكولوجي الغطاء النباتي موجود وكذلك هذا الغطاء النباتي يكون منتج ليعود بالثروة للمستغلتها والثروة للبيلات إن شاء الله وفيما يخص ديما مسألة تأهيل الغابات المحترقة اليوم كملنا من هذا المشروع أو لمازال يعني المشروع متواصل طبعا المشروع متواصل شوف باش تعود يترجع الغابة ماشي بيرمشتين ماشي مسألة سهل ماشي مسألة سهل يعني غرسها لطريقة إصطناعية يعني باش نتحي هذه عملية التشجير على هذا الأساس يعني إحنا على شكل مجهودات نوضعها باش نحميها ونتفادى والحرائق لتفادي إعادة غرسها لأنها هي موجودة طبيعيا والتدخل تعنا بطريقة يعني بطريقة إصطناعية كنجيبنا الشجرة من مشتلة وما ديها ونحفر ونسقيها ونعطيها كل الإمكانيات باش تكبر يعني تتطلب حتى حوالي هذه الشجرة راه ينجحت أو ما نجحتش يعني ماشي مجرد نروح نغرسها ونتركها مستحيل تنجح الشجرة يعني تنجح في حالة وحدة إلا نارة وحدها إلا نارة وحدها في هذه الحالة ما نحوص عليها ما نتبعها ما نسقيها تكبر لأنها طبيعية أما إلا جبتها أنا من مشتلة وغرسها لازم نتبعها في السنوات متتابية موسم الاستياف موسم الصيف مازال متواصل ودرجة الحر راه متفعة كثيرا يعني هذي الأيام ربما ما زالت تخوفات قائمة سيطهرية جمل البرنامج والعمل اللي راحين تقوموا به خلال هذي الفترة المتبقية من فترة الصيف وحنا لبنى ببرنامج تقوم توصل حتى حتى الشهر أكتوبر حتى 31 أكتوبر إن شاء الله يكون علينا صيف يكون علينا صيف هادئ إن شاء الله لنعرفوا باللي إحنا يعني موجودين على مستوى البحر الأبرض المتوسط يعني المناخ راه حار جدا صيفا يعني وهذا وهذا سبب من الأسبوع هذه أمور لنعرفوها وعلى الأساس نوضعنا إحنا كل ميكانيزمات اللازمة لحماية الغابات وحماية الممتلكات وحماية المواطن كل كل الإمكانيات والوسائل موضوعة إحنا نشكر يعني مفوتش الفرصة هذه باش نشكر كل الأعوان إطارات وعمال إدارة الغابات على يعني على الوقوفهم يعني لأنهم هما 24 ساعة 24 ساعة وقفين ليلة نهارا لحراسة وحماية هذه الثروة الوطنية وحماية الممتلكات الوطنية يعني 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 بارسكي هما رهم وقفين وما عندهم مش كونجي مش تعرفوا بلي إحنا ما عندناش لكونجي في الصيف يعني وهذا كل حاجة يعني إحنا مجندين لحماية هذه الثروة وكل الأعوان مشكورين هذا الشيء نذكر الحارق الأخير رسي طهرية كان البارحة ما بين قتل مدية يعني ما ما خلفش كم يقولوا لا لا ما كانش هناك خسائر كبيرة تم التدخل بسرعة طبعا الناس تشوف الدخان الكثيف المكان ومين كان في مدية في مدية جواب يعني الجهة الجنوبية التحال تطلع على ولاية البويرة ممكن حسولها أصحاب يعني ولاية البويرة حسولها أكثر ولكن هو كان موجود في ولاية تمدية هذا حارق ثاني في نفس الغابة يعني في نفس الغابة مشين في نفس المكان يعني هنا يعني شعلت في جهات تم التدخل وإخمادها يعني زادت شعلت من جهات أخرى تم التدخل وإخمادها وضعنا فرق يعني المراقبة تم حطينا الفرق لحراسة وكي أن يعني التحركيات راي يقوموا بها الدرك الوطني ويعني باش نعرفوا الأسباب ونعرفوا يعني المتسببين في اندلاح هذه الحرائق إن شاء الله كما يقول ما نوصلوش نسمعوا أي حرائق خاصة نأكدب لي إلى يومنا هذا خلال هذه الفترة ما كانش يعني خسائر بشرية ولا حيوانات اللي اندرت في الحرائق الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ما نجدوش نشوفه وشفنا في سنوات الماضية وهذا يعود نعود نحطه يعني الوعي الوعي تع المواطن لازم يكون وعي يتفادى يعني يتفادى الأمور لما يشوف أي حاجة يبلغ في لقم عشر عشر سبعين عشر سبعين يعني يبلغ مباشرة باش يكون هناك أي تدخل يشوف أي تصرف ليش حرائق حرائق ممكن نحن نشوفه لأننا عنا الابراج مراقبة وعنا الفرق ولكن أي تصرف يكون يعني أي ناس يشعل وموقد ممكن ما شفناها مش لأن الغابة شاسعة يتخبه وفي وسط الأخر يقدر يشعل يكون أي حاجة يشوفوها باللي مت يعني تكون سبب في حرائق أو تصرف ما يبلغون على الرقم عشر سبعين باش يكون هناك الفرق تكون قريبة وتتدخل بسرعة فيما يخص مشروع طائرات اللي كما قلت تخمد الحرائق هي متواجدة متواجدة وراء تدخل بها وعندها فعالية كبيرة وتلعب دور يعني في حاليا راي تدخل حتى ما تستنىش إنتهي كبير الحرائق ولا بمجرد يعني الأخر راي تتحرك يعني سيد مدير العام الحماية المدنية هو مشكور ومبلغ له تحياتي يعني طريقة فعالها راي تدخل راي سريع ويستعمالها بإما أنها متواجدة هنا نستعملوها ويكون هناك يعني أي حاجة رهي كل حاجة موضوعة باش يتفادي توسع باش تتوسع الحرائق لأن ثروة غربية يعني خسارة كبيرة كي نضيعوها خسارة كبيرة خسارة كبيرة هناك ريس الأربو ما تقع حبيتوا توجدوها سيد وهرية جمال في هذا المجال للمواطنين اللي راي يسمعوا فينا احنا رانا في خدمة المواطنين وفي خدمة البلد احنا نقولوا باش المواطنين يكونوا مطمئنين يكونوا مطمئنين لأن كاين رجالهم وقفين ونطلب منهم فقط يعني يعلمنا وإبلاغنا على أي تصرف يكون لحماية رقم عشرة سبعين عشرة سبعين تنمرتين كمسة وهرية جمال تمس لي مدى ستاقه فين يعنن أخدم مرا نسرة بس اللغوة بين لأدغام كتنين إذنو ثنين متوينة رانغ ولانغ تاليث نستعفو نسان ميانغ الجندين أكيني أذقب لانا تمسال تاقينغ نتيمس وثنين مدبل يانغ تاقينغ 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 نتليسان الولايان اللمدي يانغ يكود لبويرانغ ومعنا نتخلي فراغ المنظرة في مقارنين أكينغ نوت ضغر ثقيران تدويلتنا نشكروك سيتوهري يا جمال إن شاء الله من سمعوش كامل على الحرائق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بدون حرائق ونشكره يعني كل أعوان للغابات اللي راهم جندين لهذه المسألة سوكا نوت ضغر ثقيران تدويلت وسقية ساعة 8 سبعة ومسين دقيقة سريد فوما تفويسين أهلنا مزالي تيميل ونجيو لعنا الخير ارتفث